ضمن استراتيجية الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب الهادفة إلى احتواء النظام الإيراني صنفت الولايات المتحدة تنظيم سرايا المختار منظمة إرهابية عالمية متهمة إياه بتلاقي الدعم من طهران والتأمر لشن هجمات على عسكريين أمريكيين في البحرين وأكد وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو في بيان أنه جرى تصنيف التنظيم ضمن التنظيمات الإرهابية لأنه يمثل تهديداً كبيراً لارتكابه أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وأضاف بومبيو أن التنظيم تأمر لشن هجمات على عسكريين أمريكيين في البحرين وعرض مكافآة مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين متهماً إياه بتلقي الدعم المالي واللوجستي من الحرس الثوري التابع للنظام الإيراني كما اعتبر بومبيو في تغريدة على تويتر أن تصنيف سرايا المختار كمنظمات إرهابية يوجه رسالة قوية إلى النظام الإيراني مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح لوكلائه الإرهابيين بتهديد شعب البحرين والأمريكيين المتمركزين هناك ويجمد الإجراء الأمريكي أي أصول لهذا التنظيم في الولايات المتحدة كما يمنع الأمريكيين عموماً من التعامل معه وتأتي هذه الخطوة وسط سلسلة من العقوبات أعلنتها واشنطن مع قرب مغادرة ترامب للبيت الأبيض وتنظيم سرايا المختار تنظيم سري تأسس في أواغر العام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات البحرينية يعتمد أسلوب حرب العصابات لإسقاط نظام الحكم في البحرين ترجمة نانسي قنقر